كل يوم عم بيسأل تقسيم الدوائر نظام وليس قانون ليش نعم ما كانت في القانون مرتحنا خلاص سيدي أقول شيء الآن تداعا لا يوجد مخالفة دستورية بأنه يتم وضع الدوائر بموجب نظام وليس بموجب قانون هذا واحد ودليل على ذلك معي أول مادة 67 من الدستور تحدث عن كليات قضية أنه سلامة العملية الانتخابية والاختراع يكون سري والهيئة المستقلة للانتخاب المبادئ الكليا التي وردت فيه ويعني معاقبة العابطين في الانتخاب وهذه المبادئ كلية هذه المبادئ لم يتم التفويض التشريع فيها ولم يتم إنجاز التعبير لأنه يوجد التفويض التشريع في الأردن لم يتم إليحانة موجب عنظمة إنما هي كليات وضعت في صلب هذا القانون الآن ما بقي من مسائل يجوز لمجلس الوزراء من أن يحدث لي حسماده واحتردهم دستور أن يطع بمسألة بالنظام نظام تنفيذي الآن إذا كانت نظام الانتخابي محدد التي هي الاقتراع بالقائم وكيفية أن نحدد هوية الفائز محددة وعدد المقاعد محدد وكيف تقترع محدد ودور الهيئة المستقلة محدد هذه كلها كليات موجودة في صلب القانون بقي أن نقسم هالمية وخمسطعش مية وخمسطعش مقعد مية وثلاثين مثلا خمسطعش الكودة على التقسيم الجغرافي على المملكة الأردنية الهاجمية بالتالي وضح بنظام أنا بتقديره أولا لا يوجد فيه مخالفة دستورية الآن هذه مسألة ملاءمة مسألة ملاءمة هي تدخل ضمن الصلط التقديري المشاريع الحكومة تقدمت بهذا المسألة حتى الفين واثناش كعرف كان دائما نظام تقسيمات الدوار موجب نظام الحالة الوحيدة هي قانون الانتخاب سنة الفين واثناش عندما وضع جدول في موجب القانون وأنا بتقديري أن العرف لا يقطع بحالة يعني عرف مترامي زمنيا من عام الثمانية واثناش حتى الفين واثناش وتكرر عشرات المرات لا يقطع بمرة واحدة بالتالي أنا باعتقاد أن العرف التشريع الأردني هو ملزم للمشرع إلى حد ما أقول أنه يجيز أن نضع تقسيمات الدوار بموجب نظام الآن مسألة الملائمة تقسيمات الدوار المسألة لا تتعلق بكتلة بشرية ولا تتعلق بجغرافية يعني عندك العام البشري له دور والجغرافية له دور ومسألة مقتسبات التنمية والأمور التنمية له دور فكثير من دول العالم تحاول أن تعوض ما يسمى بالحرمان الاقتصادي عن طريق تعويض سياسي يعني نكون واقعين في طرح المتعلقة في محاضرات الجنوب لم تنال حظة من التنمية بقدر مثلا في عمان أو في مناطق الشمال وبالتالي أنت بدك تعوض هذا النقص من خلال تعويض سياسي من خلال رفع نسبة تمثيلهم في البرلمان حتى يكون لهم صوت داخل قبة البرلمان وإن كان النائب يمثل الأمة بالنتيجة لكن لهم صوت وبالتالي أن يكون يعني السلطة التشريعية ممثلة وبالتالي مراقبة على الحكومة والبرامج وقانون الموازن العامة عندما يقول يكون له صدى في تلك المناطق أنا بتقديري أنه الثلاث عوامل هذه العامل الجغرافي مع العامل السكاني مع العامل التنموي هي ثلاث أمور تقرأ مع بعض كوحدة واحدة حتى نحدد كم حصة كل دائرة انتخابية من مقاعدة في مجلس الأمور معالم تقسيم مواضحة اليوم؟ والنظام لسه مسود يعني تحت العمل لم يقرب قبل مجلسة الوزراء ولم يحول لدوان التشريع لكن أعتقد أنه جاري العمل عليه